أن يكون العراق سيد نفسه فهذا نهج وثبات وخارطة طريق يسير عليها سيد الكتلة السياسية الأكبر في البلاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهذا قوله الذي جاء برسائل الرد الصارم على كل متدخل في شأن العراق وفي هذا رسالة ما بين الصطور وأخرى مباشرة إلى الجيران قبل الأصدقاء رسالة يكسوها تثمين العلاقات مع دول الجوار والمنطقة لكن الصدر أراد أن يكون الخط الثابت لأجل العراق في أن يرسخ عند بعض تلك الدول التي حاولت التدخل في الشأن الداخلي أو فعلت هذا من قبله التحذيرات العابرة للقارات جاءت بلسان صدري أراد من خلاله أن يعلن نهج العراق المقبل في حفظ حقوق شعبه وسياداته على أرضه وتشديد القوانين على الحدود وحمايتها بما يضمن التعامل مع دول الجوار بعلاقات دبلوماسية وشراكة اقتصادية وعملية وثقافية وصحية وفي رسالة الزعيم الصدري كانت الكلمة الأولى هي العراق والكلمة الأخيرة هي العراق ردود فعل علتها الوطنية المطلقة في تثمين الكلمة الحرة التي تريد للعراق أن يكون حرا سيد نفسه ولا يعود خطوة إلى الوراء التحذيرات للداخل والخارج لكل من تسول له نفسه أن يحاول جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي أو ركوب موج الضبابية في قبول النتائج أو رفضها وقد أنهى الجدل في رسالة للمنطقة والعالم باحترام قرارات المفوضية والقضاء والمحكمة الاتحادية رد يأتي بما يريده العراقيون على إغلاق طريق الفوضى وبداية البناء والازدهار